الرحمن الرحيم أعزائنا الطلبة مرحبا بكم في فقرة من فقرات الميكانيك نتناول اليوم دراسة للقوانين الثلاثة لكيبلر حيث رصد كيبلر حركة الكواكب كلها التابعة لنجمنا وهو الشمس فوضع لها قوانين ثلاثة ينص القانون الأول على أن حركة أي كوكب في المجموعة الشمسية ليست حركة دائرية تماما إذا مثلنا بهذه الكورية كوكب الأرض وبهذه الكورية الحمراء مثلنا بها الشمس فحركة الأرض حول الشمس ليست حركة دائرية تماما بل هذه الحركة أحيانا الأرض تقترب من الشمس قليلا وتبتعد في أحيان أخرى إذن يمكن تمثيل هذا المصار بهذه الكيفية نمثل إذن حركة هذا الكوكب حول الشمس بهذه الكيفية هذا المصار الذي ليس هو حقيقة ضائري نقول عنه أنه إهليجي فيتميز هذا المصار ليس بمركز بل بمحرقين حيث الشمس تمثل أحد هذه المحارق إذن ينص القانون الأول لكيبلار على أنه في المعلم الهيليو مركزي أي الذي له مركز وهو مركز الشمس كل الكواكب التابعة في المجموعة الشمسية ترسم مصارات إهليجية هذا هو إذن نص القانون الأول لكيبلار وفي دراستنا للقانون الثاني لكيبلار إذا تتبعنا حركة الكوكب حول الشمس في مصاره الإهليجي يمكن تمثيل هذا المصار بالطريقة التالية إذن هذا هو الكوكب ومثلنا الآن كوكب الأرض وهذه الشمس في هذا المصار الإهليجي لا تكون الحركة منتظمة تماما بل أن الكوكب لما يكون قريبا من الشمس تكون سرعته أكبر قليلا وعندما يكون بعيدا من الشمس تقل سرعته قليلا يمكن تمثيل هذه الحركة بالكيفية التالية تابع إذن لو نأخذ مجالات زمنية متساوية في هذه المجالات التي تكون فيها سرعة الكوكب صغيرة وفي هذه المجالات الزمنية التي تكون فيها سرعة الكوكب كبيرة نوعا ما فإن المسافة التي يقطعها الكوكب في هذا المجال تكون أقل من المسافة التي يقطعها الكوكب في هذا المجال لكن المساحة التي يمسحها الكوكب بالنسبة لمركز الشمس في هذا المجال هذه المساحة التي يمسحها في هذا المجال والمساحة التي يمسحها في هذا المجال التي يكون مركزها الشمس تكون هذه المساحات مساحات متساوية هذا إذن هو نص القانون الثاني لكيبلار والقانون الثالث لكيبلار ينص على أن كل كوكب من المجموعة الشمسية في دورانها حول الشمس لكل منها دوره الخاص وش معنى الدور؟ معنى زمن دورة واحدة كوكب الأرض تعرفونه أنه لكي يتم دورة واحدة حول الشمس يلزمه عام واحد سنة واحدة وكوكب عطارد وهو أول الكواكب يحتاج إلى مدة ثلاثة أشهر والمسافة ما بين عطارد والشمس والأرض مسافات مختلفة لكن مهما كانت هذه المسافات ومهما كان لكل كوكب في هذه المجموعة دوره الخاص فإن القانون الثالث لكيبلار ينص على أن النسبة ما بين مربع دور الكوكب تي كاري تي مربع على بعد هذا الكوكب بالنسبة لمركز الشمس مكعب تي كاري على آ مكعب يساوي ثابت هذا هو إذن نص القانون الثالث لكيبلار ولكي نمثل لهذا القانون خذ معي هذه الأمثلة تابع مثال الأرض دورها يساوي واحد سنة أي ثلاثة فاصل ستاش في عشر قوة سبعة سيجوند وبعد الأرض عن مركز الشمس تساوي مئة وخمسين مليون كيلومتر أي واحد فاصل خمسين في عشر قوة أحداش ماتر أو ما يصطلح عليه أنه يساوي واحد يونيتي أسترونوميك واحد أ إذا أجرينا حساب لمربع دور الأرض على مكعب بعدها عن مركز الشمس نجد أنه هذا الكسر يساوي ثنين فاصل خمسة وتسعين في عشر قوة ناقص ساعتاش سيجوند كاري في المتر ناقص لاذا إذا أجرينا نفس الحساب مع الكوكب الأول في المجموعة الشمسية عطارد ميركير نجد أن عطارد دوره حول الشمس يساوي تقريبا مدة ثلاثة أشهر أي تي تساوي 0.241 سنة أي إذا حولناه للثواني فهو 7.61 في عشر قوة ستة سيجوند وبعد مركز الكوكب عن مركز الشمس يقدر بـ 0.387 يونيتي أسترونوميك أي بعد الأرض عن الشمس ويساوي 5.81 في عشر قوة عشر ماتر وإذا أجرينا حسابا في حساب دور مربع لهذا الكوكب على بعده المكعب نجد أن هذه النسبة تساوي كذلك 2.95 في عشر قوة نقص 19 سيجوند كاري على الماتر المكعب في هذين المثالين تلاحظ أن مهما كانت وضعية الكوكب فإن هذه النسبة نسبة متساوية انتبه ملاحظة مهمة يمكن تعميم هذه القوانين الثلاثة لكيبلا في رصد المصار الإهليجي حول الشمس للكوكب وكذا المساحات المتساوية الممسوحة خلال أزمينة متساوية أثناء حركة الكوكب حول الشمس وكذلك تناسب مربع الدور تيكاري نستطيع أن نكتب تيكاري يساوي كاف وآ كيب هذه القوانين الثلاثة يمكن تعميمها على كل الأقمار الاصطناعية وكذلك توابع الكواكب إذا مثلا تكلمنا عن توابع الطبيعية كالقامري بالنسبة للأرض أو بالكواكب الثمنتاش لموجودة تدور حول المشتري أو بالأقمار الاصطناعية التي تدرح على كوكبنا إذن لتعميم هذه النتيجة نقبل أن القوانين الثلاثة لكابلال تنطبق كذلك على هذه الأقمار الاصطناعية والتوابع لهذه الكواكب ولتثبيت هذه المعلومات نقترح عليك هذا التطبيق تابع معي هذا الشكل وبهذه السندات المعطات تابع معي حركة قمر استناعي لرصد الجوي جيو مستقر في دورانه حول الأرض نقتلح عليك بعد هذه المشاهدة مجموعة من المطالب المطلب الأول باعتبار أن هذا القمر الاستناعي جيو مستقر أي جيو ستسيونير يوجد على علو أش من سطح الأرض الصورة أولا كيف تصف مساره في المرجع الجيو مركزي أرضي يعني المعلم الذي يكون مبدأه مركز الأرض اثنين ما هو الدور تي ساتيليت للقمر الاستناعي ثالثا أوجد قيمة العلو أش الذي يوجد عليه هذا القمر الاستناعي رابعا بتطبيق القانون الثاني لنيوتون على القمر الاستناعي وباعتبار المرجع المختار قليلي نسبيا أوجد عبار تسارعه AS وسرعته المضارية VS الرمز S هو رمز ساتيليت بدلالة جي جرون جي ثابت تجاذب الكوني وم تي كتلة الأرض وار تي نصف قطر الأرض واش العلو الذي يوجد عليه هذا القمر الاستناعي ثم يحسب قيمة كل منهما لإجابة على هذه الأسئلة للسؤال الأول كان مطلب ليوصف حركة أو مصار هذا القمر الاستناعي حول الأرض حسب القانون الأول لكابلا نقبل أن هذا المصار هو مصار إهليجي وللإجابة على السؤال الثاني وكان فيه مطلوب حساب دور هذا القمر الاستناعي وقلنا أن هذا القمر الاستناعي حركته تقريبا إهليجية على الأرض لكن موقعه وهو مصطنع أصلا للرصد الجوي وقلنا عنه أنه جيو مستقر أي أنه يظهر لمشاهد على الأرض أنه ثابت حتى تتحقق هذا الثبات النسبي بالنسبة لمشاهد على سطح الأرض يجب أن يكون دور هذا القمر الاستناعي هو نفس دور الأرض أي إذا كانت الأرض تستغرق في دورتها 24 ساعة فإن دور هذا القمر الاستناعي يجب أن يكون تي ساتيليت يسوي كذلك 24 ساعة حتى يظهر ثابت بالنسبة لمشاهد على سطح الأرض إذن دور هذا القمر الاستناعي هو 24 ساعة كان السؤال الثالث هو إيجاد العلو الذي يوجد عليه هذا القمر الاستناعي أظن أنك قد انتبهت أننا مقارنة بالقمر الطبيعي التابع للأرض ونعرف دور هذا القمر الطبيعي ونعرف بعده ونعرف كذلك دور القمر الاستناعي يمكن أن نلجأ إلى تطبيق القانون الثالث لكبلة وينص على أن أ مكعب على تي مكعب للقمر الاستناعي يساوي أ مكعب على تي مربع للقمر الطبيعي ونكتب أ أس كيب على تي أس كاري يساوي أ أل كيب على تي أل كاري للقمر الطبيعي ومنه نستخرج عبارة أ أس مكعب ونكتب أ أس يساوي أر تي زايد أش وبعملية حسابية نكتبه في الأخير أش يساوي أ أل بعد القمر الطبيعي في الجدر التكعيبي للتي أس كاري على تي أل كاري ناقص نصف قطر الأرض أر تي وبإجراء الحساب نجد أننا بالتعويض تي أس لهو يساوي أربعة وعشرين ساعة على دور القمر الطبيعي حول الأرض يساوي أساعة وعشرين يوم نكتب أش يساوي تلتمية وربعة وثمانين ألف وربعمائية كيلومات مضروف الجدر التكعيبي لربعة وعشرين ساعة على ساعة وعشرين في ربعة وعشرين ساعة بدون تحويل إلى الثواني لأنها تختزل ناقص أر تي فنجد أن أش تساوي ربعة وثلاثين ألف وثلتمية وربعة وعشرين كيلومات وهذه القيمة مقاربة للقيم المعلومة عندك في السنة الأولى أصلاً أي موضع الأقمار الصناعية الجيوم مستقرة والتي تكون على علو ستة وثلاثين ألف كيلومات وللإجابة على الأسئلة الأخيرة في حساب التسارع لهذا القمر الاصطناعي وكذا سرعته المضارية لابد أن نلجأ إلى تطبيق القانون الثاني لنيوترن إذن بتطبيق القانون الثاني لنيوترن على هذا القمر الاستناعي نكتب مجموع القوى يساوي كتلة هذا القمر الاستناعي في تسارعه إذن نكتب وباعتبار حركة هذا القمر الاستناعي ضائرية لأننا قلنا في القانون الأول أنها إهليجية لكن هذه الاختلافات في الأبعاد طفيفة جدا فنقبل أن الحركة ضائرية والاختلافات في السرعة إذا لم نأخذها بعي الاعتبار يمكن أن نقبل أن حركة هذا القمر الاصطناعي حركة ضائرية منتظمة ونكتب إذن سومدي فوسيقال أم أسف و أ أن لماذا؟ لأنها في الحركات الضائرية المنطظمة A, T, A, Tongential تساوي السفر ونكتب حسب القانون الجذب العام لنيوتون القوة التي يخضع لها القمر الاصطناعي في جذب الأرض له تساوي F, T على S تار ساتيليت يساوي ناقص جرانجي في M, T, M, S على البعد مربع والبعد هنا يساوي نصف قطر الأرض زائد H ومنه نستخرج بمساواة هذه القوة مع هذه القوة نكتب أن A يساوي AN يساوي G في MT على RT زائد H مربع وبإجراء الحساب نجد أن A تساوي AN تسلع نظيمي تساوي 0.24 متر على سيكوند كاري وهذا التسارع تلاحظ أنه ذو قيمة ضعيفة لماذا؟ حتى أن المشاهد على سطح الأرض لا يلاحظ تسارع لهذا القمر الاستناعي ولتعيين في الأخير السرعة المضارية التي يجري بهذا القمر الاستناعي في مصاري إهليجي أو الذي قبلناه أنه مصار ضائري بأخطاء معينة نكتب أن A يساوي AN ويساوي V مربع على البعد على البعد والبعد هنا يساوي RT زائد H ومنه V تساوي جدر AN في هذا البعد ويمكن بإجراء الحساب أن نجد أن السرعة المضارية لهذا القمر الاستناعي تساوي تقريبا 3 كيلوماتر على سيكوند بهذا التطبيق المقترح عالجنا فيه عزيزي الطالب كيف نطبق القانون الأول لكبلار والقانون الثالث لكبلار نأمل أننا قد أفدناك وإلى لقاء آخر مع فقرة أخرى من فقرات الفيزياء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته